الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لأيوم البعث والجمع والدين وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام الترمذي في جامع السنن وقد صحاو الألباني رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولم يذكر أنه كان رديفا له كما ذكر معاذ رضي الله عنه لكن يحتمل أن يكون رديفا له كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين دعوة الله تعالى ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة لأنه لم يقصر دعوته على طبقة معينة من الناس لم يبلغ الدعوة للكبار أو الرجال أو النساء فقط وإنما بلغ دعوته حتى للغلمان وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما كان صغيرا ولما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كان عمره صغيرا لم يبلغ بضع عشرة سنة ثلاث طائر سنة ومع هذا من الفوائد أن الصحابة هم نقلة الدين فهم مع صغر سن بعضهم نقلوا الدين للأمة كابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي يا غلام والفائدة الثالثة أن العبد يرافق أهل الخير ويرافق أهل العلم ويستفيد منهم كما فعل موسى عليه السلام وإن كان موسى عليه السلام من أولي العزم وهو أفضل من الخضر لكن من تواضعي ومن حرصي على الخير قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وكان الصحابة يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحرص أو تحرص على مجالسة أهل الخير وكم من إنسان أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فأنت إذا أردت أن تستفيد من عمرك وأن تجني الثواب العظيم عند الله تعالى يوم القيامة حافظ على وقتك ورافق أهل الخير الذين يذكرونك بالله تعالى والذين تتعلم منهم وتعلمهم إلى آخرهم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما علمه ست كلمات علم ست كلمات لكن قبل ما يذكر لي الكلمات دي أدىه مقدمة تنبيه قال له يا غلام إني أعلمك كلمات دفع تنبيه أن يحرص على معرفة هذه الكلمات أو على تعلمها وعلى الاستفادة منها يعني دي كلمات ما تمرر ساي أكيف معاستفيد منها إني أعلمك كلمات أكيف داعي إلى الله تعالى بيبدأ بمقدمة بيبدأ بمقدمة مشهة مسجد أي تبدأ الكلام تدّيهم مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدّيهم مقدمات تمهد لهم لبيان الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قدم لهم بمقدمة قال يا صباحا اجتم عليه الناس قال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم قولوا لا إله إلى الله تفلحوا ورب العزة والجلال قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فأنت تقدم للناس دعوة الله في أفضل أسلوب ولا يفهم من بعض المجالز أننا نقول بأن دعوة إخواننا فيها فساد كلا والله تعالى بل هي فيها الإصلاح وهذا الذي ندين لله تعالى به لأن الله سبحانه وتعالى قال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا الإصلاح في التوحيد في السنة أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأنا دار أعريك تعريك بسيط جدا وأرجع على الموضوع لأن بعض الإخوة الأفاضل يعني اختلطت عليهم بعض الأشياء وأنا دار أريحهم في الموضوع ذا قال له يقول لك يا أخي الناس سلفيين والناس كذا وكذا وليه مرة تحصل مناغشات وليه 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 إلى خير ده يدل على صدق هذه الدعوة وعلى عدم الحزبية وعلى وضوح الدعوة وأن أهلها أو أن بعض أهلها يريدون الحق والخير وما ظهر لهم يظهرونه فإن كان حقا وفقهم الله للسير عليه وإن كان غير حق وفقوا للرجوع إلى الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات ست كلمات احفظ الله يحفظك تلك المالأولى احفظ الله قال ابن عسيمين رحمه الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده تحفظ الله في السمع ما تسمع حرام في البصر تغد بصرك من الحرام تحفظ الله في اللسان ما هي كلمة تقول سهل تحفظ الله في الجوارح تحفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده يحفظك الله بيحفظك وأنت لا شك أنك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى احفظ الله تجده تجاهك تجده تجاهك أي إذا حفظت الله في الرخاء حفظك الله تعالى في الشدة حفظك في الشدة بيجي يوم بتبقى في الموت والنزع والملائكة نازل وهو إلى آخره أنت محتاج إلى حفظ الله تعالى لك من أن تموت على سوء الخاتمة أو أن تعذب في الموت وبعدين في القبر وبعدين هناك في القيامة الله بيحفظك ثم قال في الكلمة الثالثة إذا سألت فاسأل الله كان دار تسأل أسأل الله سبحانه وتعالى ولو كان يجوز سؤال أحد غير الله سبحانه وتعالى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه لا يجوز سؤال أحد غير الله تعالى كائنا من كان يعني رسول عليه الصلاة والسلام ما قال له كان دار تسأل قل يا الله ويا رسول الله كان دار تسأل قل يا الله ويا أبا بكر الصديق ويا عمر بن الخطاب ما قال له كذلك وينما قال إذا سألت فاسأل الله كان دار تدعو أدعو الله براه سبحانه وتعالى ولا تدعو غيره لأن الله تعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فإنك غير الله ما بنفعك وغير الله ما بملك لك الضر قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون البنادون دين شيخ الإسلام تيمية قال في المجلد الأول في الألوهية وفي المجلد الثاني في الربوبية أيضا كتاب الربوبية قال في المجلدين قال أولئك الذين يدعون أي الملائكة والأنبياء والصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لك الملائكة بتقربوا لها الله سبحانه وتعالى والأنبياء بتقربوا لها الله والصالحون بتقربوا لها الله سبحانه وتعالى وبخافوا من الله وبيرجوا رحمته طيب إت مخلوق يخاف الله ويرجوا رحمته كيف تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى كيف تنادي الملائكة وكيف تنادي الأنبياء وكيف تنادي الصالحين فضلا عن إنك تنادي فلان وفلانا من الناس اليوم من الذين عرفوا بالعقائد المنحرف والعقائد الباطلة برعي ذبهول شيخ بن قسم لأربعين شيخه قال في مصر تجزأ للأربعين أحد قال عزموا نحو أربعين من تلامذته ونقل الكلام ده قال جبته من أزاهير الرياض كتبه في كتاب اسمه ليك سلامني قال الشيخ انقلب لأربعين في رمضان في صعيد مصر هناك عزموا نحو أربعين للإفطار عندهم من غير علم أحدهم بالآخر فلما حان وقت الإفطار وغابت الشمس تطور الشيخ إلى أربعين ثم حضر عند كل واحد منهم في مصر تجزأ للأربعين أحد ده عقيد أزه نفر انقلب أربعين كدخل ليده قال الشيخ من شجرة قلبوا بيت وسمى بخيتا قال مصطفى عركين مع ودعلي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم قال تت زوجته قالت ليه أريد خادما تخدوني قال أحضري فأسا وثوبا قالوا أداك معه واحد اسمه عبد المحمود قال فذهبنا إلى الغابة فأمرني فقطعت غصنا بقدر قامة الإنسان ثم وضعته ثم أمرني فوضعته من فوقي الثوب بحيث يكون ساترا لهذا الغصم هذا العود قال فتناول سبحته شغلت كل غلط في غلط قال فتناول سبحته ما في سبحة في الدين قال فأخذ يذكر الله بشدة فتحرك الثوب فقال بخيت 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 ثلاث مرات قال عود قلب بخيت سيد ما بخيت على القوم بخيت بتاع شنوب قلبها من عود والله قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من طين ومن نطفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا والقسمة الربائية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بشر إنسان من أب من غير أم وهو حواء عليها السلام وفيه إنسان من غير أم ولا أب وهو آدم عليه السلام وفيه إنسان من أم من غير أب وهو وجنه إيسا عليه السلام وبقية الناس من أم وأب ده ما أن ده من عود ده عود بعدين ده يصل الرحم إدعلك في الشجرة هناك إيشرة بعصير فوق كلها لغبة باسم الدين ده 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 سواكف ومن شجرة قلبها قلب بشر ودعا قائد باعتقدها بعد ذا قال في كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجنة إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل إسماعيل ده حصلت له أمرا كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال غارت أو جفت كادت أن تجف موضع ماء وبئر قال كلام ده في شرحه لرياض صالحين قال في بئر قرب جف قال فجاء القوم إلى مصيلم الكذاب قال طبعا انت نبي المويد قربت تجف الحق ودارنو يهابشا والمويد شنو تجمار قال فلما ذاب إلى مصيلم جفت تماما نشفت مرة واحدة وصلوا مصيلم قال بذلي قويمة لبرة شانزول في نهاية الشرك ده سبب الباطل وسبب الشر وسبب المصائب قال المويد جفت تب اتفضح طوالي مصيلم هسي اسماعيل ده حصلت حاجتين الحاجة الأولى جابان أسجري التدار قال الغفير بتاعه ضبحوه كر وقاعده هسي ده ما نصيبة الناب خطب ده ما خطب هسي زول ضبحوه بحرسليك الكوبة يتا ما قدرت تحميه ضبحوه كر وبعدين قاعد راقد اسماعيل الحاجة التانية كوبة زاته شنو هاي وقعت بركة رب في رأسه قاعده يقول له والسيول والكعبة شققت وإلى آخره الكعبة الله مدح البنوة قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله مدح البنوة والرسول زمى البنوة القبة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور وأنبيائهم شنو مساجد وقال جابر رضي الله عنه داك في البخاري قال جابر رضي الله عنه في صيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه ما بجوز تبني فوق له ولا مدماك ولا بجوز تجصصه تعمل لجسة زي الله اسمان تذاكر موه تخش ولا بجوز تقعد فوق له جماعة تقول لهم بجوز تلقاهم في المغابر الناس بحفروا يقول لك زيح زيح مدى عفص القبر ليه ما عفصه رسول نهى وطيبا نهى يعفصه القبر مش نهى ابنه فوق القبر انت بتبني ليه هس قبل يومين بنوا هنا في الكوداب قباب تعتب شملة دبي جنبه ولا جددوه ها الوادي الأخضر موجه الكوداب ما جنبه كل ما خلاص انت باتزال طبعا خالنا الحوادي ده من الكوداب انه ما جينا ما شئنا سوينا هناك برنابج وهي جنبه ما عليش خلاص من الوادي الأخضر أخضر دي بعدين بتصفر بالطريقة دي أخضر بتاع شنو أخضر تبني قبه يا أخي وما زملي ناس الوادي في شخصهم بعض الناس الكويسين فيهم لكن البنوا القبرة دي القبرة دي وضبح ولبم شنون هي لحم إبل ومصائب تقيلة ما أنظره والنور من بعيد ما أنظر الله بيها من السلطان النور من بعيد تلقى منوره القبرة فذلك دي كلها عقائد منحرفة نحن والله نحذر الناس منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله أسأل الله هناز دائرة شنو أنا ما عارف البمشو للشيوخ دي الناس دي عشان تعرف عدم توفيق وفي النهادة خذلان من الله سبحانه وتعالى وبسبب ما ينطغون عليه من الباطل ومن الدسائس السيئة يفتكى أن الله غطبان عليك تمدعى لعقائد زيدي تلاقي الله بعقيدة منحرفة وده أساس الدين كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من طبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين النادي دائرة من الشيوخ شنو زول ماد كفنو الشيخ ده مش مكفن جوا هاي أمش قل لي الديني طاقية بس قل لي أبويا الشيخ هاي انت طبعا مكفن جوا الديني طاقية عندو قل لي جيب جيني هين الشيخ جيب جيني هين حق الحمام جيني هين قل لي ما في جيب ذاته كان اتكلم معاكم هو زول مكفن ثلاثة قطع مكفن ملافنه قل لي جيب من ديني ما عندو تقول لي دار جنة الشيخ بدي جنة كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عهد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي يدى طفل ويعمل لو حي ومشوليه ما بديه لأن الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما بيخلق ضبانا قال لك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز أي زول يقول لك الشيخ بدي جنة بس أنت أسأل واسلة قل للشيخ بدي الجنة كيف بيزوج المرأ ولا قال لك لا ما بيزوجه من بعيد من بعيد كان قال لك بيزوجه دي ماذا يا رشيخ ما يزول بدي يعني أي رجل بيزوج ده بعدين الله بيرزقه كان قال لك بيسأل الله قل له طيب أنا ما بسأل الله هو كفار الله بديه جينيات جينيات أنت قال لأسي ترمبا ولا اسمه منوبة عمريكة ده ده مسلم ولا كافر ده كافر أنت قال لأبو والأهل والجماعة ده من وين ده ما الله دهون شارون وبوش كلون جماعة ده مش هلون الله دهون انت الله ده الكافر ما بديك ما تسأل الله إن قال لك الشيخ بيسأل الله قل له زول لما قال الشيخ بيسأل الله قال كباشي كم أدى ولد وقال من غير مس وتفل كم أدى طفل هلوها كيف كان قال لك لما بيسأل الله ولا بيزوج لكن حاجة كذي بس من بعيد بعمل كذي بس من بعيد قل له لو حاجة من بعيد ده ما كان فاتد عليه أنبياء زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا دي مش كذي هم الزوية نبي من الأنبياء قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك من لدنك يعني من عندك ودي فيها الناس اللي بيقول لك فيها علم لدني كذي مباشرة وعلم بخالف الشريعة واسم لدني قل له زكريا قال من لدنك ها في ولد لدني في ولد لدني وولد ما لدني من لدنك يعني من عندك فدي كلها في نهاة الأمر البد الجناء الله سبحانه وتعالى ودى الناس يكذبون على الله سبحانه وتعالى وإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول النار فكيف بالكذب على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيٍّ لكان رسول عليه الصلاة والسلام الله قال وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا وَحَاشَاهُمْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ هَسِ كَلَامَ الصَّوْفِيَةَ دَيْلْ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ دَهْ أَقَاوِيلُ كَتِيرَ أَقَاوِيلُ مَقَاوِيلُ وَبْتَعْتَ الشَّيْخْدِكِ إِذِي مَشْنُصَ عَالِيكُ وَصَعْمَالِيكُ كل اللخبة عند الناس الموجودة ودي بلاه كثيرة فإنها تلامر نحن ما دعنا نضيع زمن ناس لكن الذي ندعو الناس إليه أن يبلغوا دعوة الله تعالى وده من الأشيال يتبلغ بها الدعوة الحديثة ده والله بفرطك إذا صح التعبير الطرق دي كله أي زول ناخشك أذكر لي الحديثة واذكر لي النصوص دانية إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة كلها قال لك مش ناس فلان وإلا قال لك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هن طبعا بحاول يجبو لك شبهة يقول لك يا أغا الرسول قال لم يضروك وفي الأولة قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يقول لك إلا بشيء إلا بشيء إلا بشيء شنو قد كتبه الله لك في الأولى في النفع قد كتبه الله وعليك في الثانية في الضر ولم ولن ذا من أدوات النفي النفي وإلا استفنى وده حصر يعني لم ينفعوك أي نفع إلا بشيء قد كتبه الله شنو لك الطيب أنت ما تكتب ما تمسك في الكتب أنت الكتب منه كتب الشيخ ولا كتب الله الشيء ده المستثنى كتبه منه مش كتبه الله أنت ما تعتقد في الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى ليه تمشي لي فلان وعلان من الناس ويعلقوا الحجبات والأطفال يعلقوا لهم الكمون وده كلها من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا ما أردت بيانه وفي آخر ما أوصي به أذكر نفسي وإياكم بطلب العلم بطلب العلم وبتبليغه للناس أنه الله محتاجين للعلم خاصة في الأزمنة التي كثرت فيها الفتن ومن أميز من يستمع له في تبليغ المنهج الصحيح المنهج القويم الشيخ محمد بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى نحسبه والله حسيم أسمع له علم كتار الألباني وابن باز والعثيمين ومحمد مان الجامي وبقية المشايخ والعلماء الشيخ ربيع والمشايخ الذين يعني في عصره والذين من بعدهم دلما مشايخ كبار ناس والألباني والآن في مشايخ من ضمنه الشيخ محمد بن هاد المدخلي بذل تضيع زمنك كثير في قيلة وقال ويتم ما عندك علم فيها وعندك علم خش طوال بين الحق لكن بذل الناس تضيع زمنه ماز كلامه واضيعه كذي وفي الفيسبوك وفي الواتساب وماشيين وجاهين أسمع للعالم ده بتستفيد قواعد بخدها كأنه معانا في البلد دي والله الذي لا إلى غيره يقول فيها أشياء وينقولها عن السلف ويذكر الأدلة ويذكر كلام العلماء والشروحات كلها موجودة الناس تخش موقعه أو تخش إلى النت تنزل من ميراث الأنبياء ومن غيره من مواقع التنزل للتسجيلات دي وموجودة في بعض الكنبيوترات تسمع في المواصلات يغل أزمع أزمع والناس ما تتلك لك ولا ظاهرا ولا باطنا بعض الناس بيجيوا الحنين تلقى في موبايله وفي واحدين من الحزبيين قاعدين قل لك يا أخو الله ده كلامه حزين بيجيبوا له بيتين تين دي اي 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 ما شنو كم كلمة اي دي كال اسم اشنو دي بجيبون سواء وتلقاه واحد دره بالدسك دي انشاف واحد طبالي شنو ساولوا رمز حماية انت ملاوز لي خلافات حزاي وهمساح الشغل دي اسمعوا بالدس ما تسمع لأي ولا نشيد ولا قصيد ولا غيره ما تضيع زمنك اسمع للعلم الكبار دي سجلت تسجيلاتي بتستفيد تعرف الدعوة الصحيحة وعجبتني كلمة في اللقاء الذي سبق قالها شيخنا الفاضل شيخ مزمي الحفظه الله تعالى هذه الدعوة وهذه السلفية هي اعظم نعمة انعم الله تعالى بها عليك فاشكر الله تعالى على هذه النعمة ناس حفظوا القرآن حفظوا الصحيحين وحفظوا الكتب وجالسوا العلم وعملوا وعملوا كلامنا ماذا ركرروا في النهاية ضلوا عن الصراط المستقيم نحن فينا واحدين ولا البخاري ذاته ما فتحوا بس شايفوا قلت في صيحة البخاري سمعوا من واحد من الدعاة في صيحة البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك الحديث كويس جدا لكن والله ما فتحوا واحدين ما فتحوا وبعد الله هداه شنو منهج قويم منهج قويم نظيف تلقى بيدع ما عنده وعنده علم كثير ولا بيدع ما عنده أشكر الله على النعمة واسمع على العلمة ذهي الاستفيد أزال الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى